ليس بعد وتعمل على إعادة فتح بعض الطرق حقيقة التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عملية طويلة حقيقة ومعقدة ويشبه الكثير من القلق سيما وأن عملية إعادة فتح الطرق التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء على الأطراف الشرقية من المدينة أو حتى على الأطراف الشمالية الخشي أن يكون هناك معاودة اقتحام وبالتالي هي عمليات إصلاح مؤقتة تتعلق بإعادة نعم هنا في مخيم جنين هذه الطرقات دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات ساعة يعني تحظى بعملية إعادة تأهيل منذ ذلك الحين نحن نتواجد الآن حارة السمران في وسط مخيم جنين عبر هذه المركبة وصلت الوحدات الخاصة الإسرائيلية ولاحقا قبيل الانسحاب قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحراقها بشكل كامل النيران أتت على كل ما في هذه المركبة عدد من عناصر الوحدات الخاصة الإسرائيلية كانوا يستقلون المركبة التي تخفى بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الوحدات الخاصة ووصلوا إلى منزل عائلة الجابر هنا في حارة السمران وفرضوا طوقا عسكريا بمحاصرة كافة المنازل المحيطة بهذا المنزل المستهدف هذا هو المنزل مستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي وفق المعلومات المتوفرة لدينا ومن قبل نادي الأسير الفلسطيني فإن الاحتلال اعتقل سبعة شبان فلسطينيين من داخل هذا المنزل أحدهم مصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي اشتباكات مسلحة كانت تتمركز في هذا المكان وعدد من الخسائر هذا المنزل تعرض للقصف بواسطة صواريخ موجهة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحمولة على الأكتاف وهناك أضرار لحقت بالمركبات في محيط هذه المنطقة التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي ندخل إلى المنزل ونشاهد حجم الدمار نتيجة عملية المداهمة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا المكان حقيقة برفقة الزميل شادي في هذه الصورة لربما يتضح أثار القصف الصاروخي الذي يحصله جيش الاحتلال الإسرائيلي وعملية المداهمة التي قام بها دمار هائل الذي حصله الاحتلال واعتقل من داخله سبعة شبان فلسطينيين تم استخدام هذه الصواريخ باتجاه المنزل ونفذ عملية المداهمة داخل مخيم جنين واعتقل سبعة شبان أحدهم مصاب في الجهة المقابلة واختباكات مسلحة فلسطينية بطبيعة الحال استشهد الشاب عارف مروان علي من بلدة كفر قدوم وهو أحد المطاردين وأحد عناصر كتائب شهداء لاقصة التابعة لحركة فتح خلال تبادل لإطلاق النار هنا في مخيم جنين وفيما أصيب شاب بين آخرين طبعا عمليات تدمير واسعة وكبيرة نفذها جيش الاحتلال واشتباكات مسلحة استمرت طوال ثمان ساعات خلال تبادل لإطلاق النار بين المقاومين الفلسطينيين وتفجير لألعبوات الناس فيتضح حجم كثافة إطلاق النيران في المنطقة عدد كبير من المركبات أصابتها رصاصات الاحتلال الإسرائيلي في هذه النقطة حيث نفذ الاحتلال الإسرائيلي هذه الجريمة طبعا خلال الساعة المقبلة ستنطلق جنازة تشييع الشاب عارف تجوب شوارع مدينة جنين ومن ثم سيتم الانتقال بجثمان الشهيد إلى مسقط رأسه في بلدة كفر قدوم إلى الشرق من مدينة قلقيليا من أجل إلقاء نظرة الوداء عليه ومواراته الثراء عدد من مناطق أخرى في شمال الضفة الغربية شهدت اقتحامات في بلدة بيته ومدينة نابلس وكذلك أيضا قريتي دير بلوت ومردة إلى الغرب والشمال من مدينة سلفيت وهناك عدد من حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الساعة طيب فقط خالد هل هناك تفصيل لديك لماذا أقدم جيش الاحتلال قبل أن يغادر بإحراق السيارة التي تسلل بها يعني بطبيعة الحل يريد إخفاء كافة الأدلة والتعرف على المركبات التي يستخدمها بعملية التمويه والتخفي هذه واحدة من ثلاث مركبات العملية لتسلل الوحدات الخاصة الإسرائيلية استخدم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مركبات المركبات الثلاثة هذه واحدة منها قام بإحراقها بشكل كامل فيما المركبتين الأخريتين قام الاحتلال الإسرائيلي بمصادراتهما وسحبهما عند عملية الانسحاب سيارة صغيرة وأخرى جيب رباعي الدفع على الأقل نتحدث عن نحو ثلاثين من أفراد الوحدة الخاصة الذين وصلوا مبكرا في عملية التسلل واعتمدوا عملية التمويه في فرض الطوق الوحدات الخاصة دوت صافرات الإنضار ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة جزء من العملية تركز على المنزل المحاصر وقصفه بالصواريخ الموجهة والجزء الآخر تركز على أحياء المدينة الشرقية والشمالية بإحداث عمليات التدمير بالتالي عملية إحراق المركبة تأتي في إطار أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إخفاء كل الأدلة أو كل القراءات التي يمكن استنتاجها بالنسبة للمقاومة الفلسطينية في عملية التخفي وما تحوي هذه المركبات سواء كانت تعتمد على التصفيح ووسائل الاتصال والأجهزة المستخدمة في إطار طبعا عملية الملاحقة للأدرع العسكرية قبل قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن الاحتلال اعتق قددا من مقاتلي كتيبة جنين سرايا القدس وتحديدا من الذين ظهروا ضمن مناورة عسكرية نفذت قبل حوالي أربعين يوما في نطاق المخيم جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي اعتقال عدد من المسلحين الفلسطينيين وتصفية عدد آخر شاركوا في سلسلة عمليات إطلاقات تحديدا في العملية العسكرية التي أطلق عليها الحديقة والبيت في السابع من يونيو العام الفين وثلاثة وعشرين حين شن الاحتلال الإسرائيلي عملية استمرت ليومين وصفت بأنها آنذاك طبعا بأنها الأطول منذ عقدين من الزمان منذ انتفاضات الأقصى الثانية طيب أشكرك خالد بدير مراسل الغد كنت معنا من جنين ترجمة نانسي قنقر